إذا قرأت هذا الكتاب الملعون ستدمر روحك إلى الأبد تجدون في المركز الأول المنشور المثير للجدل لرواية مادام بوفاري من تأليف غوستاف لوبير التي حيرت ملايين القراء حول العالم تم نشر هذا الكتاب في الثاني عشر من أبريل سنة الف وثمانمائة وسبعة وخمسين ولكن مؤلفه لم يتخيل أبدا أن آيما الشخصية الرئيسية في كتابه وامرأة من برجوازية المقاطعات الفرنسية في القرن التاسع عشر ستصبح شخصا يتمتع بقوة أكبر من قوة مؤلفها تعرف آيما بوفاري بأنها امرأة غير راضية يدفعها مللها الشديد إلى تدمير نفسها وعائلتها بأكملها إن الخصائص المميزة لهذه الشخصية المثيرة للجدل هي التي دفعت بهذا الكتاب الشهير ليف لو بير إلى اعتباره توطيدا للواقعية والشكل الأول للرواية الحديثة في الكتاب آيما متزوجة من رجل بسيط جدا قررت البطلة الهروب من واقعها من خلال الانغماس في صفحة رواية عنوانها بالحبر الرومانسي ولكن مع مرور الوقت دفعها الهروب من الواقع إلى نمو أفكار شيطانية بداخلها كانت تجرها إلى الانتحار وجعلتها أما سيئة لدرجة أنها كانت تتخلى عن عائلتها من أجل المتعة الجنسية بسبب تلك المشاهد المثيرة وبسبب شخصية بطلة الرواية المعقدة والمحفوفة بالمخاطر تم إدانة هذه الرواية بشدة من قبل السلطات التي أشارت إلى أن كل محتواها كان فاحشا على الرغم من ذلك لم يعتبر هذا الكاتب الشهير نفسه ثوريا ولم يناضل بشدة ضد لجنة الرقابة حتى تم التبرئته أخيرا وأصبح عمله عنصرا كلاسيكيا وأساسيا في التحليل الأدبي الفرنسي كما أكد مؤلفه أن مادام بوفاري كان هو نفسه وهذه واحدة من الحالات القليلة التي يتطابق فيها الكاتب مع الشخصية التي ابتكرها في المركز الثاني نجد كتاب لوليتا دينابوغوف وهو عمل خاضع للرقابة نشر هذا الكتاب سنة الف وتسعمائة وخمسة وخمسين في فرنسا ولكنه تمكن من رؤية النور في الولايات المتحدة خلال سنة الف وتسعمائة وثمانية وخمسين ومع ذلك بدى محتوى روايته مستحيلا تماما في وقتها لأنه قصة هوس واغتصاب لمعلم أدب يزيد عمره عن أربعين عاما أصبح مهووسا بقاصر تبلغ من العمر 12 عاما وبسبب ذلك رفض أكبر أربع ناشرين أمريكيين المخطوطة حتى عثر المؤلف على محرر أخذ بعض النسخ ووزعها في شوارع فرنسا ولكن بمجرد أن انتشرت الكتب أصدرت سلطات أمريكا الشمالية للجمارك أمرا بمصادرة جميع النسخ التي حاول السائحون إدخالها بالإضافة إلى ذلك طلبت الحكومة البريطانية من فرنسا مصادرة هذا الكتاب تماما ومنعه من التداول ورغم حضره تمت ترجمة هذه الرواية إلى لغات مختلفة الأمر الذي أدى إلى نجاح عمل فلاديمير نابوكوف المثير للجدل في جميع أنحاء العالم وجعل هذا المؤلف يموت معتقدا أنه عبقري وكاتب متميز ولكن هذا لم يمنع من وصف لوليتا في أجزاء مختلفة من العالم على أنه عمل مليء بالفحش والفجور وأكد الكثيرون أن تاريخها في مرحلة ما شجع بل وبرر الإساءة والانتهاكات من قبل البالغين اتجاه القاصرين أما المركز الثالث فخصصناه لكتب هاري بوتر الشهيرة هذه النصوص الشعبية تم حضرها في إحدى المدارس تحت مبرر أنها تحتوي على تعويذات حقيقية وقع هذا الحدث الغريب في ولاية تينيسي بالولايات المتحدة الأمريكية بعد أن أكد قص أن هناك خطر حقيقيا من أن الناس قد يستحضرون الأرواح الشريرة بنا رجل الدين هذا حجته الغريبة على حقيقة أن هذه الكتب الشهيرة تروج للسحر على أنه جيد وسيء وهذه خدعة ذكية بالإضافة إلى ذلك عند قراءة هذه التعويذات يتعرض الناس لاستحضار أرواح شريرة مختلفة تظهر كما لو كانت حقيقية في الواقع زعم بعض الأطفال من مدرسة التينيسي أنهم شهدوا الظهور الفعلية للكائنات الشيطانية التي خرجت من الكتب عندما كانوا يقرؤون التعويذات عرف بعض القاصرين هذه المخلوقات الشيطانية بأنها وحوش خضراء ذات عين واحدة مثل التي تراها في هذه الصورة الترفيهية ومع ذلك أكد الكثيرون أن هذه الحقيقة كانت مجرد عكاس لإبداع الأطفال ولكن القصة أكد أنه اتخذ هذا القرار بعد استشارة مجموعة من طاردي الأرواح الشريرة ليس فقط في الولايات المتحدة ولكن في روما أيضا ولهذا السبب ودون الدخول في أي صراعات تمت مصادرة هذه الكتب من مكتبة كلية ناجفيل الكاتوليكية في المركز الرابع نريد أن نحدثكم عن أبيات شيطانية لرواية مثيرة للجدل كتبها المؤلف الهندي البريطاني سلمان رشدي وتم نشرها سنة 1988 تسببت هذه الكتابات في الحكم على مؤلفها بالإعدام لأن العمل عبارة عن استجواب للهويات الثقافية التي تأثر سواء بالاستعمار أو بالهجرات الكبرى وهي حقيقة لا تزال محل تحليل من قبل عدة دول لأنها تعتبر هجوما عنيفا على أصل الدين الإسلامي يكشف هذا العمل عن قصة شخصيتين تدعى الأولى جيبري ألفريشتا والثاني صلاح الدين شامتا والذان سقطا من طائرة ضخمة بعد انفجارها على ارتفاع ثلاثين ألف متر فوق بحر المانش وجد هذا العمل أصله ضمن أحداث قصة إرهابية حقيقية التبدأ الشخصيات في الاتصال بالزمان والمكان بأشخاص آخرين وتتطور سيناريوهات مختلفة بعد انتقالهم إلى مدينة مكة ولهذا السبب أثار هذا الكتاب جدلا شديدا بين المسلمين لأن الكثيرين يعتبرون أن الكاتب يضرب على وتر حساس في الإسلام لأنه يظهر رؤية مختلفة لنزول القرآن ودور الملاك جبرائي في المركز الخامس سنتحدث عن كتاب كفاحي للغنية عن التعريف أدولف هتلر بحسب النقاد فإن هذا العمل ضعيف جدا من ناحية أسلوب الكتابة ولكنه اكتسب شهرة كبيرة طبعت المخطوطة في الأصل سنة 1925 أي قبل ثمان سنوات من تولي هذا الزعيم النازي السلطة ولكن لاحقا تم تحرير المخطوطة من قبل المسؤول الثاني المسمى رودولف هتس مما عزز الأيديولوجية السياسية لهذا الزعيم يتضمن هذا الكتاب الخطط المستقبلية لألمانيا في ذلك الوقت ولهذا السبب أشار إلى الحاجة إلى استعمار الأراضي المجاورة لتمكين الألمان من تطوير إمكانياتهم أكثر وبهذه الطريقة تم بيع أكثر من 85 ألف نسخة من هذا الكتاب على الرغم من رفض الناشرين في ذلك الوقت إعادة طبع النص لتجنب السلوك المعادي للسامية والكراهية وفيما يتعلق بخصائصه فإن هذا العمل المثير للجدل يزن 5.4 كيلوغرام وله 3700 حاشية سفلية وهو ما دفع فضول القراء للحصول على الكتاب فأصبح طفرة رغم جهود السلطات الألمانية لمنع طباعته ولكن في الوقت الحالي وبعد هزيمة ألمانيا النازية تم تسليم حقوق هذا الكتاب إلى مؤلف ولاية بافاريا وبموجب القانون الألماني فإن حقوق النشر سارية لمدة 70 عاما وهناك أيضا إصدار أكاديمي يهدف إلى تجنب إعادة إنتاج المتعاطفين مع النازيين وأخيرا في المركز السادس لدينا الكتابات المثيرة للجدل للشهير ماركيز دي ساد كان هذا الكاتب الفرنسي مسؤولا عن فضح المجتمع في عصره لأنه تجرأ على وصف جميع أنواع الانحرافات الجنسية في كتاباته بالتفصيل الشيء الذي تسبب في الكثير من الضجة والذعر في القرن الثامن عشر والتاسع عشر ومنتصف القرن العشرين ولهذا السبب واجه هذا الروائي طوال الوقت خلافات عديدة ذات طابع جنسي ولأنه على ما يبدو كان يستمتع في الحياة الواقعية بتطبيق تلك الممارسات المظلمة والشهوة الجنسية التي روى عنها في كتبه ونتيجة لذلك وبسبب هذه الاتهامات الخطيرة حكم على الكاتب الفرنسي بالسجن وعلى الرغم من أنه تمكن من نيل حكم الإفراج إلا أن حياته منذ تلك اللحظة أصبحت وصمة عار وعاش في فقر مدقع ومع ذلك لم يتوقف أثناء إقامته في السجن عن الكتابة وابتكر أحد أكثر أعماله إثارة للجدل بعنوان في مائة وعشرين يوما من اللواط والذي جعله يبدو مسرحا للفجور الجنسي بين عدة أشخاص محموسين في القلعة والذي لم يتردد في إطلاق العنان لملذاتهم الجسدية وإلى هنا عزائي متابعي قناة هل تعلم الأعزاء تكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الفيديو إذا عجبكم وتريدون المزيد من هذه الفيديوهات اضغطوا على زر لايك وأخبرونا في التعليقات ولا تنسوا اشتركوا في القناة وفاعلوا زر الجرس لتكونوا أول من يتوصلوا بالفيديو القادم نلتقي في الحلقة القادمة إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر